نحن نطلب أيضاً هناك متسع من الوقت حتى البرات النهائية نطلب من الجماعير أن تتواجد في مجمع حمدان بن محمد الرياضي لمشاهدة طبعاً اللقاء النهائي والذي يجمع المنتخب الإيراني مع المنتخب كوريا الجنوبية نعود مع الأحداث ونحن في انتظار لقاء المركز الثالث الصين واليابان طبعاً إذا تحدثنا عن مقومات الفريقين كابتن محمد خلنا نحدد المهارات المعدين الفريقين يعني راح يلعبون دور كبير جداً أكيد طبعاً مستواهم متقارب يعني المنتخب يمكن يتميز المعدل الصيني بطولة اللي يفرق عن طول المعدل الياباني هذا يعطيه أفضلية في حواعط الصد يمكن اللي راح يسهل كالعادة يعني اللي راح يسهل مهمة المعدين لاستقبال الجيد راح يكون اعتماد الفريقين على الارسال القوي لخلخلة الهجوم بالنسبة للفريقين يمكن صعب أنك تتميز بين المعدين الياباني والصيني لأن مستواهم تقريباً متقارب حتى المعد الياباني مستواه يعني متميز يقدر يقرأ الملعب يعرف إمكانيات اللاعبين اللي عنده المباراة راح تكون صعبة على الفريقين نعم كبتان عارف الفريق الياباني اللي نحن تعودنا عليه مثل ما تحدثنا سابقاً هو صاحب يعني تنظيم البطولات على مستوى العالم ولكن ما ظهر في هذه البطولة على المستوى أو على الطموح اللي ممكن نحن توقعنا منه بالذات المنتخب الياباني نحن ما نبنلوم المنتخب الصيني أو كوريا الجنوبي اليابانيين ما ظهروا على المستوى البطول يعني يمكن البارحة نحن نتكلمنا في النقطة هذه يعني أعتقد تغيير الجيل يعني لا أعتقد يعني الإمكانيات وتغيير الجيل من جيل إلى جيل لأن أنا شاهد الفريق الياباني في الفترات السابقة قبل عشر سنوات أو أكثر يمكن المستوى يمكن المستوى كان أفضل إمكانيات الطول كانت أفضل عندهم ما أعرف يعني الجيل هذا الجيل الحالي من اليابانيين نوعاً ما قصار القامة وهذا أعتقد شيء جميل أنه يعني بدأ الجمهور يعني الجمهور المبارات النهائية خلنا نقول وليس مبارات الصين الجمهور الإيراني والكوريا بدأ يتوافد من الآن يعني في صراحة لموازرة الفرقم هذا شيء جميل مؤشر جيد نوعاً ما الجمهور الياباني موجود نعم أعتقد المبارات النهائية راح تميل الصالة هذه لأن المنتخب الإيراني طرف وتعرف الجالية الإيرانية موجودة بشكل كبير في الإمارات نتمنى أن الصالة تمتلي ونشاهد مباراة كبيرة تعود المنتخب الإيراني أنه ما يخض الجمهورة يعني دائماً في البطولات اللي يشارك فيها على مستوى آسيا في الفترة الأخيرة يعني أنه دائماً يكون الطرف الأفضل في المباريات وعلى فكرة في نقطة بخصوص المنتخب الياباني المنتخب الياباني هو أكثر فريق حصل على بطولة آسيا سبع مرات يعني من تاريخ من 17 بطولة حصل على سبع مرات على سبع بطولات آسيا المنتخب الياباني يليه المنتخب الكوري يعتقد أربع بطولات وبدأ حالياً بالنسبة لهم المنتخب المرعب يعني بالنسبة لآسيا اللي هو المنتخب الإيراني قادر يفرض وجوده بطريقة يعني وقادر يعني يفرض وجوده بالمستوى اللي قاعد يقدمه فارق كبيراً بينه وبين المستويات المشاركة يعني تعتقد أن الطائرة اليابانية تراجعت أكيد وحلت مكان الطائرة الإيرانية خلال السنوات الخمس الأخيرة ما في شك يعني سيطرت المنتخب الإيراني نحن لاحظناها من خلال حتى نتائجة يعني نتائجة كانت ملفتة للنظر بعكس المنتخبات الثانية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا في كل مكان متابعينا عبر قناة المشاهير قناة دبي الرياضية هذه تحية من محادثكم أحمد الحوري في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدانة الدنيا دبي وحييكم وأنقل لكم على الهواء مباشرة اللقاء قبل الأخير في بطولة آسيا السابعة عشر للكرة الطائرة للرجال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع حامل الميدالية البرونزية سيتحدد من هذا اللقاء اللقاء الذي يجمع المنتخب الصيني والمنتخب الياباني في لقاء الثاني يجمع اللاعبين يجمع المنتخبين بعدين التقيا في مواجهة سابقة في دور ربع النهائي وتمكن المنتخب الصيني من الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد أعزائي المشاهدين إذن منتخب اليابان على يمين الشاشة بالقمصان الحمراء والمنتخب الصيني على يسار الشاشة بالقمصان البيضاء وهنا نقطة أولى لمنتخب الصين هذا مدرب منتخب الصين والمنتخب الصيني خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية 2-3 والمنتخب الياباني خسر في الدور نصف النهائي أمام إيران 0-3 أي ثلاثة أشواط للمنتخب الإيراني والاشي للمنتخب الياباني في الدور نصف النهائي هنا الآن مواجهة مواجهة الجريحين انصحت التسمية وهنا نقطة نقطة المنتخب الياباني عن طريق اللاعب يوتا يوتا هذا شوف يوتا والضرب هنا بشكل جميل مركز أربعة المنتخبين عزيز المشاهدين كما ذكرت اجتمعا التقيا في مواجهة في دور الربع النهائي وتمكن المنتخب الصيني من الفوز ب ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد الآن هناك لقاء هناك لقاء قادم عزيز المشاهدين سيجمع المنتخب الإيراني ومنتخب كوريا الجنوبية في نهائي هذه البطولة لتحديد اللقب لمعرفة هوية الفريق الفائز بالميدالية الذهبية هنا حيصد كيلار بلوك من المنتخب الياباني والمنتخب الياباني على الإرسال يتقدم أو يتعادل ثلاثة ثلاثة هنا نقطة المنتخب الصيني من جديد التقدم للمنتخب الصيني طبعا كلا المنتخبين كان يمنيان النفس بيتاهل إلى المباراة النهاية ولكن المنتخب الياباني استدم في دور نصف نهاية مع البطل مع حامل اللقب منتخب إيران اللي واصل عروضها القوية بدون أي خسارة وبدون أي أي خسارة لأي شوت وإن الآن نقطة المنتخب الصيني نقطة الخامسة الآن أو التعادل الأربعة لأربعة أربعة لأربعة نقطة إذن المنتخب اليابان للكرة خرجت خارج الملعب استدمت بحاية الصوت تشبلوك إلى خارج الملعب والنقطة إرسال من صانع اللعب من كوندو كوندو صانع اللعب المميز كوندو على إرسال لدى صانع اللعب هناك في الجانب الصيني صانع اللعب الصيني رون مينك رون مينك إرسال هجوم إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب اشتركوا في القناة في الأمس في مباراة الدور نصف النهائي يتعرض للإصابة يتعرض للإصابة يلي تناخذ الصورة المدرب الكوري بارك اللي يتعرض فيه مباراة الدور نصف النهائي للإصابة زعلان زعلان ما يبغي حدي يقربه ما يبغي حدي قربه أبداً أبداً ودى الآن وكان شوف ما أكمل المباراة أمس راح على المستشفى اليوم ليحضر أيضاً على على الكرسي المتحرك يا السلام المنتخب الصيني وهذا المدرب اللي يعني اللي عاجبني شخصيتي جميلة مدرب المنتخب الصيني يعني رقم ما تعرض رقم ما تعرض رقم ما تعرض له المتخب الصيني من بعض القرارات التحكيمية في مباراة الدور نصف النهائي إلا أن لم لم يفقد عصابة أيضاً سيطر على عصاب لاعبي ومع هذا خسر الفريق لأنه تعرض لبعض القرارات التحكيمية هنا شوف هذه هذه اللقطات التذكيرية بعد وصول منتخب الصين إلى النقطة الثامنة وقت المستقطع الأول هذا هذا هو مدرب منتخب كوريا الجنوبية اليوم يحضر على كرسي نقال في مباراة الأمس في مباراة كوريا الجنوبية واليابان كوريا الجنوبية والصين تعرض للإصابة كان رايح يحتج على قرار من قرارات مراقب الخر أصيب بالتواء ما أكمل المباراة راح المستشفى اليوم جاي عشان يتابع ومع هذا يعني فريق يمكن ما أكمل آخر شوطين من المباراة وشوطين النص وفريق فاز اليوم بيحضر ليوجه وليقود فريق المنتخب الكوريا الجنوبية في المباراة النهائية أمام إيران نشوف حضور بارك يكون مؤثر في هذه المباراة النهائية هنا الكرة فيها لمس المرسل لامس الخط المرسل لامس الخط أبسال المنتخب الصيني إذن خاطئ ثمانية خمسة ثمانية خمسة الآن وتسعة خمسة تسعة خمسة الله ما أدري ثمانية خمسة وتسعة خمسة لأنه عندي هنا شاشتين في الملعب الشاشة الشاشة المعلقة تقول تسعة خمسة الآن الآن نشوف وين تسعة خمسة تسعة ستة يا جماعة متاخرين عندي هنا في الملعب في الملعب تسعة ستة الآن ستة اليابان تسعة سبعة ثمانية وين يا غيا ضاعت النتيجة في الملعب في الصالة ضاعت النتيجة شاشة وحدة سبعة ثمانية وشاشة الثانية ثمانية ثمانية خلنا نأخذ النتيجة الحقيقية لحظة نشوف وين هذه سبعة ثمانية الآن سبعة ثمانية استقروا استقروا على وين ضاعت النتيجة سبعة 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 ثمانية وين النتيجة خلينا نشوف النتيجة ثمانية 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 أو لا ثمانية ثمانية الآن ثمانية ثمانية إذن التعادل ثمانية ثمانية تعادل المنتخبين ثمانية ثمانية هنا نقطة المنتخب الصيني نقطة المنتخب الصيني نقطة المنتخب الصيني هنا المحاضلة والكرة هذه الكرة فيها نقطة المنتخب الياباني نقطة المنتخب الياباني تسعة 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 دكية من قائد منتخب الصين اللعب زهونغ وي جون زهونغ وي جوني سجل هلواء فيها فرصة لعن المنتخب الصيني فرصة الكرة لازالت في اللعب هنا نقطة نقطة للمنتخب نقطة للمنتخب الصيني المنتخب الصيني يسجل المنتخب الصيني يسجل نقطة بعشر صين تسعة الياباني يوسع الفارق تشوف هذه الخطة هنا يعتبر الحكم فيها لمستين على اللعب كوندو صانع لعب المنتخب علي ياباني يرسل الهجوم يقوي لك من الشبكة سال خطة إذن منتخب الصيني سال مع المنتخب الياباني هنا نقطة للمنتخب الصيني فالآن كل منتخب يبغي على الأقل يعني يعوض عدم تعهلي للنهاي بالميدالية البرونزية مركز الثالث شوف هذه الكرة والاستفادة من هذه الكرة زونك ويجون على الارسال المحاولة هنا ونقطة للمنتخب الياباني منتخب الياباني الآن منتخب الياباني سجل نقطة وقلص الفارق 12-12 المنتخب الصيني يمكن يكون أقل جاهزية بدنيا أقل جاهزية بدنيا كون البارحة يعني قبل ساعات قليلة فقط يعني في وقت حوالي الساعة التاسعة والنصف أنهى مباراة أمام المنتخب الكوري خمسة أشواط ياسلام على أدفاع أجبر أيضا من الجانبين شوء جميلة هذي لقطات رائعة من الجانبين يشوف مدرب المنتخب الصيني يبتسم في اللقطات الماضية قوية حاول فيها ليبرو منتخب اليابان وقت مستقطع لان يطلب مدرب منتخب اليابان السيد ساتو قاري ساتو قاري يطلب وقت مستقطع ساتو قاري يطلب وقت مستقطع ساتو قاري يطلب وقت مستقطع إذن عزا المشاهدين هذا الحكم الدولي السعودي أمين الطريفي حكم أول اللقاء دفاع الصيني شوف المرة الثانية المرة الثانية القرى السريعة عن طريق ماتسوموتو يضرب بقوة من مركز الثلاثة شوف شوف يا السلام قرب ساحق من مركز الثلاثة ماتسوموتو يسجل للمنتخب الياباني إذن الإرسال مع المنتخب الياباني فارق نقطة دين فرصة يابانية هذا الصد والكرة إلى خارج الملعب من ثقافة تباو أنه ماذا نفعل؟ لنهترون أظن من ثقافة تباو م響ة إثناء تباو اشتركوا في القناة كوندو صانع لعب مميز من الجانب الياباني كوندو وهذا يوتا لسجل النقطة بضرب جميل عن الارسال قوي هنا حاول فيها ليبرو المنتخب الياباني حاول فيها ليبرو المنتخب الياباني والنقطة السادسة عشر والمنتخب الصيني لا يتقدم فيصل الى الوقت المستقطع الفني الثاني الوقت المستقطع الفني الثاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصيني هذه العادة نوقع الآن للمنتخب الصيني عن طريق اللعب يوان زهي أكبر لاعب في المنتخب الصيني واحد ثمانين يا السلام يا السلام على مرتين الحائط الصيني يتغلب في المرتين هذه المرة الثانية كانت مرة أولى وعادت والمرة الثانية أيضاً كانت الغالبة للمنتخب الصيني وهو فارغ ثلاث نقاط الآن ثمانتاش خمستاش ثمانتاش خمستاش ثمانتاش خمستاش خمستاش قوي ونقطع المنتخب الصيني نقطع المنتخب الصيني يتقدم فارغ ثلاث نقاط يحاول على الفارغ يا السلام بحب المنتخب الصيني هون عادة الكرة لا والله ما عادة ما عادة الكرة إذا النقطة هي العشرين الفارغ يصل إلى أربع نقاط كاملة عشرين ستعاش عشرين ستعاش عشرين ستعاش عشرين ستعاش لا لا هل تابق 나 لا lam المشاهدين والوقت المستقطع الذي طلبه مدرب متقاب اليابان بعد أن وصل بارك إلى أربع نقاط كاملة الارسال سهل من جانب الصيني وهنا المحاولة القوية الضرب الساحق على طريق شيميزو شيميزو ما شاهدنا كثير في هذا الشوت هنا يطلع في هذه الكرة باليد الأسرة القوية شيميزو شيميزو واحد من اللعبين اللي شاهدناهم في البطولة في الدور العالمي المنتخب الياباني أرسال قوي شوف الاستقبال الجميل القرانان فيها فرصة المنتخب الياباني إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين شوف هذه الكرة أوه في الملعب في الملعب في الملعب في الملعب نقطة من الارسال نقطة من الارسال حاول فيها اللعب فوكوزاو شوف وهو والله رايح برها رايح إلى خارج الملعب فوكوزاو تدخل هذا التدخل التدخل الخاطئ نصال الآن هي السلام الواي عادة الكرة من جانب الصيني شوف الصيني أفضل المنتخب الصيني أفضل المنتخب الصيني أفضل المنتخب الصيني أفضل المنتخب الصيني أفضل 23.17 فارق مريح جدا لإنهاج شوف لمصلحته ونقطة مباشرة أيضا الآن سيت بوينت سيت بوينت 23.20 نقطة شوت نقطة شوف خاندو شوف تغيير من جانب الياباني لتشكيل حاية صد تقوية الدفاعات الأمامية هنا النقطة إذن عزا المشاهدين النقطة تأتيب من هذه الكرة والمنتخب الصيني يتقدم الآن بشوت لإلاشي 25.18 نقطة شوف 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 نقطة أولى للمنتقب الصيني في شوطة ثانية عن طريق زونغريجون قائد المنتقب الصيني السلام شفبر هنا من مركز أربعة هنا حايت صد أيضا ناجح حايت صد ناجح أيضا على السالة مع المنتقب الصيني فيها صافرة والحكم نشيري له فيها حمل كرة من الجانب الصيني حمل كرة من الجانب الصيني إذن شيميزو على الأمسال وشيميزو في الشبكة رسال خاطئ من الجانب الياباني إذن المنتقب الصيني ثلاثة مقابل نقطة واحدة للمنتقب الياباني أذكر أعزائي المشاهدين بأن هذا هو الشوط الثاني الشوط الأول إن تالي مصلحة الصين خمسة وعشرين ثمانطاعش إذن الصين يتقدم بشوط للا شيء الشوط الثاني المحاولة ونقطة نقطة المنتقب الصيني المنتقب الصيني الأفضل في الشوط الأول الفاز بالشوط الأول خمسة وعشرين ثمانطاعش الآن البحث عن شوط ثاني على الأقل مثل ما يقول إرضاء وليس الطموحات أن يأخذ البرونزي ولكن على الأقل أنه ما ينزل عن منصة التثويج السلام المتخصص يوتا من الخط الخلفي المتخصص يوتا من الخط الخلفي المتخصص يوتا من خطه المتخصص يوتا من الخطوة شوف نجارة من تغرب الصيني أيضا هنا والتعادل الآن أو التقدم الياباني خمسة أربعة المنتقب الياباني يتقدم خمسة أربعة شوف بهذه الكرة واستقبال هنا شوف التعويض يأتي عن قائد المنتخب الصيني زهونغ وي جون شوف من خط الخلفي مركز ستة تاتش بلوك ونقطة تاتش بلوك ونقطة تحاول من حائط الصد الثلاثي لكن إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب كوندو على الإرسال الياباني كوندو صانع لاب كورة سهلة كورة سهلة ضيعة المنتخب الياباني والتعادل الآن ستة ستة تعادل شوف المباراة التي التقوا فيها المنتخبين المباراة التي التقوا فيها المنتخبين أعزائي المشاهدين في دور ربع النهاي الشوط الأول كان لمصلحة اليابان بعد ذلك فاز المنتخب الصيني بثلاثة أشواط متتالية اليوم الأدوار تغيرت المنتخب الصيني هو ليفاز بالشوط الأول هل يستطيع المنتخب الياباني أن يعمل العكس وهو يفوز بثلاثة أشواط متتالية ومثل ما قلنا يعني كل ما بتزيد فترة المباراة وبطول فترة المباراة أكيد المنتخب الصيني بيتأثر لأن المنتخب الصيني في مباراة دور النص في النهاية يعني قبل أقل من 18-17 ساعة 18-17 ساعة تحديدا كان قد أنهى مباراة في الدور النص في النهاية وخسر أمامه منتخب كوريا الجنوبية اثنين ثلاثة لذلك كل ما بطول المباراة بيتأثر بدنية يعني 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 والله مدرب المنتخب الصيني مدرب المنتخب الصيني هو ليشير للحكم يقول بالفعل يعني الكرة في الحصر الهوائية من جانبنا يقول لك لبست العصر الهوائي ويقول بالفعل أنه يعني يشوف يقول أن الكرة لامست العصر الهوائي من جانب الياباني يعني يقول حق لاعبين خلاص القرار سليم لأن اللاعبين الصين كانوا يتوقعون أن يحتسب القرار عليهم على المنتقب الصيني أو لمصلحة المنتقب الياباني فهو مجرب شخصيته دائما هادية من الشخصيات الهادية لذلك دائما يحاول أن يجعل لاعبي المنتقب الصيني يركزون في اللعب دون الالتفاة لأي قرارات تحكيمية وأكبر دليل في مباراة الدور نصف النهاية أمام كوريا الجنوبية تعرض المنتقب الصيني لبعض القرارات غير موفقة من حكام المباراة ومع هذا حاول يهدي اللاعبين منعهم من الاعتراض على أي نتيجة وخسر في النهاية مباراة التاهل إلى المباراة النهاية المنتقب الصيني يتقدم ثمانية سبعة ثمانية سبعة هذا الصد في الملعب حتى الآن في اللعب هنا محاولة سقال كرا مع المنتقب الياباني إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب الرسال مع منتخب الصين وتحديداً مع اللعب تحديداً مع اللعب تحديداً مع اللعب وعلي تحديداً مع اللعب تحديداً مع اللعب نتخب الصيني يسجل عشرة ثمانية الآن فرق نقطة عشرة ثمانية وأذكر عزا المشاهدين بأن هناك اللقاء النهائي الذي سيجمع منتخب إيران حامل لقب والمنتخب الكوري الجنوبي بعد هذا اللقاء مباشرة عبر قناة المشاهدين قناة كل الألعاب قناة دبي الرياضية وستأتيكم بصوت زميل المعلق الأستجاع فارد الفردان وهناك سيسبق المباراة ستوديو تحليلي مع الزميل عامر سالمين وكبات طائرة الإماراتية عارف علي ومحمد سيف النعيم عارف علي رجب ومحمد سيف النعيم يكونون مع الزميل عامر سالمين في الستوديو التحليلي بعد هذه المباراة مباشرة والمباراة النهاية التي ستجمع إيران 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 وإيران التي ستجمع إيران وكوريا الجنوبية بصوت زميل المعلق الأستاذ جعفر الفردان لا تذهب بعيدا الإثارة مستمرة حتى لحظتها الأخيرة في هذه البطولة بطولة أسيا السابعة عشر للكرة الطائرة للرجال وقت مستقطع يطلب مدرب اليابان بعد أن وصل الفارق إلى ثلاث نقاط 12 تسعة مدرب منتخب اليابان السيد ساتو قاري يطلب وقت مستقطع مدرب منتخب اليابان هنا الحكم الأول السعودي الدولي أمينا الطريفي أرسال عزة المشاهدين الآن أرسال مع المنتقب الصيني ليتقدم فارق ثلاث نقاط 12 تسعة أرسال هجومي قوي استقبال جميل يا السلام حلوة 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 شوف عملاق الطائرة اليابانية بالأغضاء الماضية وقائد الفريق يامامورا يامامورا شوف هاي يامامورا يسجل نقطة والأرسال مع المنتخب الياباني وتحديدا اللعب ريوتا هنا فيها لامستين الحكم الأول يعتبر فيها لامستين شوف على ليبرو منتخب الصين أرسال ياباني نقطة للمنتخب الصيني توتش بلوك من جديد 13-11 فارق نقطتين أرسال نقطة من الرسال نقطة من الرسال هادي المنتخب الصيني زهونغ وي جون زهونغ وي جوني سجل زهونغ وي جوني سجل من الرسال والمنتخب الصيني من جديد يستعيد التقدم فارق ثلاث نقاط الأرسال مع نفس اللاعب هونغ وي جون لكن هذه المرة الأرسال في الشبكة صعب الشبكة هلوى شوف جا السلام شوفوا الاعداد شوفوا الكرة السريعة الاعداد من اللعب رون مينك رون مينك والضرب عن طريق جينج كسين جينج كسين والأرسال مع نفس اللاعب جينج كسين يا السلام يا السلام يا كوندو يا السلام يا كوندو حلوة من كوندو من المتميز في الاعداد معد المنتخب اليابان شوفوا كرة خادعة كرة خادعة وهنا المحاولة المحاولة من المنتخب الصيني ونقطة منتخب الصيني إذن يسجل نقطة ويبتعد من جديد بالفارق ثلاث نقاط 16-19 16-19 دعنا أنا نقاط المتعز م今天 ترجمة نانسي قنقر 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 اللي طلبها مدرب المنتخب الصيني القرادة زالت في اللعب يا سلاح حالو ها يتصد جميل ها يتصد رائع من المنتخب الصيني والمنتخب الصيني الان يوسع الفارق من جديد الى نقطتين الى نقطتين الفارق من جديد الى نقطتين ايضا او متابعتها حاول متابعتها زونج وي جون قائد منتخب الصيني لكن فارق سريعة يا سلام الرد هنا والتعويض يأتي عن طريق تونج لونج تونج لونج تونج لونج شوف تونج لونج هنا المركز الثلاثة والنقطة الثامنة عشرة فارق نقطتين المنتخب الصيني يحاول يلعب بيقل مجهود حتى لا يستهلك طاقته كما ذكرت الدخول في ادواء في شواط اضافية بكلفة الكثير لان كما ذكرت قبل اقل من 17 ساعة كان قد انهى مباراة امام منتخب كوريا الجنوبية في الدور نصب النهائي للعب خمسة تشواط اذن 18-17 الفارق نقطة كرافها يا السلام حلوة حلوة صاحي صاحي صانع أو ليبرو أو حائد صد حائد صد المنتخب الصيني جنج كزين شوف صاحيها لها الكرة شوف عاد الكرة في توقيت مناسب فارق نقطتين جديد 19-17 19-17 والارسال مع يوانزه يوانزه من الارسال يا السلام شوف ردد فعل المدرب الصيني 20-17 عشرين سبعة عشر متخب الياباني يطلب اقت مستقطع مصر الفرق ثلاثة نقاط الجمهور الايراني اللي سيحضر ويعازر منتخب بلاده في المباراة النهائية حاضر بقوة تابعنا على مدى المباراة السابقة الست عضر وعازر من مباراة الى مباراة يزداد العدد كل ما يدخل مرحلة جديدة كل ما يزداد عدد الجمهور الايراني واليوم طبعا بيكون الحضور الاكبر طبعا لان مباراة التتويج اليوم اذا فاز على المنتخب الكوري الجنوبي ساعة الهجوم قوي فرصة هذه المنتخب الصيني السلام حلوى المنتخب الصيني حلوى المنتخب الصيني وضربونا شوف الاعادة شوف يا السلام هو هو يوانزهي يوانزهي هو اللاعب الاكبر شوف هذا 32 سنة وعمره 32 سنة من ثلاثين سنة موليد واحد ثمانين ايوان ارسال خاطئ اخوة 11 21 فارق ثلاث نقاط فارق مريح اذا حافظ على كراته الهجومية فينهي الشوت لمصلحته تغيير في الجانب الياباني دخول على اللعب كاشيكاوا كاشيكاوا بديلا للعب فوكوزاوا من كاشيكاوا الى فوكوزاوا شوفوا الان هنا الله 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 الخبرة والعقل في هذه الكرة من جانب زهونغ وي جون شوف زهونغ وي جون شوف يالسلام السلام برشاقة وابي اناقة وابي طريقة دكية يقترب الآن المنتخب الصيني من حسم الشرط الثاني محاولة سريعة والنقطة ناجحة عن طريق ياما مورا ياما مورا طوال لعب الياباني ياما مورا على الرسال 19-22 يحاول المنتخب يحاول المنتخب الصيني أنه ينهي فرصة ما استفاد منها المنتخب الصيني وحائط صد حائط صد والنقطة الثالثة والعشرين الأمور إذن في هذا الشرط تذهب لمصلحة المنتخب الصيني تذهب لمصلحة المنتخب الصيني المنتخب الصيني فاز في الشرط الأول 25-18 والعن حتى الآن ثلاثة عشرين عشرين لكن هو هو الأفضل وهو الأقرب لحسم هذا الشوط المباراة المرتقبة بعد هذا اللقاء ازالي المشاهدين المباراة النهائية مباراة التدويج ستجمع المنتخبين الإيراني والكوري الجنوبي تاتش بلوك ونقطة الآن سيت بوينت سيت بوينت سيت بوينت إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب كوشي كاوا كوشي كاوا على الرسال الياباني كوشي كاوا على الرسال الياباني شوف هنا الحسم لا والله لسه 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 في اللعب لسه في اللعب هنا وين راحت راحت الآن تقليص الفارق إلى نقطتين هل يدخل المدرب الصيني يطلبك مستقطع لا ما طلبك مستقطع 22-24 فرصتين يلعب يلعب بفرصتين المنتخب الصيني لحسم الشو 22-24 هنا الحسم إذن بهذه الكرة المنتخب الصيني عزا المشاهدين الآن يتقدم بشوطين مقابل لاشي ويقترب من حسم الصراع الميدالية البرونزية إذا ما تحقق له الفوز بالشوط الثالث المترجم للقناة شوط الثالث عزيز المشاهدين مذكر من أنضم إلينا بأن المنتخب الصيني يتقدم بشوطين ليلاشي وهذا الشوط الثالث إذا ما تمكن المنتخب الصيني من الفوز خلاص يحسم الميدالية البرونزية في بطولة آسيا 17 للكرة الطائرة للرجال لمصلحته إذا ما فاز المنتخب الياباني سيمدد إلى شوط رابع وهنا نقطة مباشرة من الإرسال نقطة مباشرة من الإرسال المنتخب الياباني يتقدم الآن بنقطة ليلاشي نقطة ليلاشي هنا الآن يسجل لي وانز هي وانز هي سجل لمصلحت المنتخب الصيني وانز هي شوف الرد هنا الرد عن طريق الياباني يوتا يوتا وأفضلية اليابان بنقطتين لازال ثلاثة واحد وهنا إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب على الفريق الياباني يسجل نقطة الرابعة ويوسع الفريق إلى ثلاث نقاط وهو أول مرة يعني في الشوطين وبداية الشوطة أول مرة يوسع الفريق إلى ثلاث نقاط يا السلام إعادة الكرة حلوة حلوى المنتخب الياباني هنا الكرة في الملعب لمصلحت منتخب الصين 4-2 4-2 كرة لازالت في اللعب فرصة للمنتخب الياباني ونقطة للمنتخب الياباني يوتا أفضل الضاربين من الجانب الياباني شوف أفضل الضاربين من الجانب الياباني يوتا شوطين للاشي تقدم المنتخب الصيني والأفضلية اليابانية في هذا الشوط بفارق نقطتين لأن هذا شوط الفرصة الأخيرة بالنسبة لليابان إذا ما أراد الحفاظ على فرصة في نيل الميدالية البرونزية هنا الكرة في الشبكة ونقطة في مصلحة المنتخب على الصيني تقليص الفارق تقليص الفارق إلى نقطة تقليص الفارق إلى نقطة تقليص الفارق إلى نقطة حلوة هذه الكرة السريعة يا السلام يا السلام حلوة عن طريق يامامورا يامامورا يسجل لعب الارتكاز وأطول لعب ياباني من المركز ثلاثة يسجل شوف 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 الأعداد من كوندو وهنا ضرب من يامامورا 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 محاولات يا السلام يا السلام المنتخب الياباني بحاية صدف ناجح جدا بحاية صدف مميز جدا المنتخب الياباني متخب الياباني بحاية صد ناجح يوسع الفارق إلى ثلاثة نقاط ثمانية خمسة والوقت المستقطع الفني الأول في شوف الثالث سعب بحاية صدفة نقاط هنا الآن المنتخب الياباني يدرك تماما أهمية هذا الشوت إذا ما أراد الحفاظ على حظوظة في هذه المباراة ونيل الميدالية البرونزية نشوف المنتخب الصيني يتقدم بشوتين هذا الشوت الثالث الله الله ضرب ساحق من زهونغ ويجون هذا زهونغ ويجون حلوة نشوف نشوف الإعداد وهنا ضرب من زهونغ ويجون يوهوهوهو الأفضل الأفضل بالله في الجانب الياباني الأفضل في صفوف المنتخب الياباني يوتا ونشوف الأخطاء الآن في الجانب الصيني الفارق يصل إلى أربع نقاط كاملة 10-6 الأخطاء وبالفعل سيعاني المنتخب الصيني كلما دخل في شوت جديد لأن كما ذكرت قبل أقل من 17 ساعة قبل أقل مش 17 ساعة أنهى مباراة دور نصر نهاي أمام المنتخب الكوريا الجنوبية التي خسرها ب2-3 ب5 أشواط فلذلك الجهد البدني سيؤثر تماما على المنتخب الصين وبدأ ذلك يلتضح من خلال الأخطاء من خلال قوة الضربات وقت مستقطع طلب المدرب جو جين جو جين جو جين جوب ترجمة نانسي قنك Fair ترجمة نانسي قنك Fair ترجمة نانسي قنك بسنا في اللعب عز المشاهدين والكرة مع المنتخب الياباني اللي يتقدم ويوسع الفارق الى اربع نقاط كاملة الان عشر ستة رسال الخاطف الشبكة او هدى عشر ستة الان هدى عشر سبعة فارق خمس نقاط وصل ستة على الارسال الصيني هنا الى خارج الملعب الى خارج الملعب هذه الكرة السريعة الى خارج الملعب مانيا داش ايضا الى خارج لا الحكم يقول في الملعب في الملعب المنتخب الياباني يتمسك بحضوظه في هذه المباراة والفارق اربع نقاط اربع نقاط ثمانية اثناش او اثناش او ثمانية منتخب الياباني يتقدم فرصة الوحيدة الفوز بهذا الشوت فرصة الوحيدة ان يفوز بهذا الشوت ويمدد الى شوت رابع او اذا هنا نقطة للمنتخب الصيني والله المنتخب الصيني لقبل اقل من سبعتاشر ساعة الهعب مباراة ماراثونية من خمسة اشوار في مباراة الدور نصف النهائي اللي خسرها امام كوريا الجنوبية يرسال الى خارج الملعب يرسال خارج الملعب صار الذي تحول مع المنتخب الياباني هنا المنتخب الياباني سهلة هذه سهلة الله يا السلام شوف الدفاع حلوة حلوة فرصة الآن فرصة ويد يلا حلوة المنتخب الصيلي حلوة المنتخب الصيلي من زهونغ ويجون قائد المنتخب شوف شوف كيف بعاد الكرة عن حيث الصد وقلص الفارق الآن يقلص الفارق لثلاث نقاط بعد أن كان خمس نقاط كاملة وصلت عشر اليابان عشر الصين رسال قوي غير لازال في اللعب حلوة 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 يا ممورة يا ممورة العملاق الياباني من المركز الثلاثة يا ممورة يسجل يا ممورة يسجل يا ممورة يسجل وهنا الرد بنفس الطريقة ومن نفس اللعب ومن نفس الرقم على فكرة الأولى من يا ممورة والآن من كوينز كسين فارق ثلاث على حالة فارق ثلاث نقاط على حالة شوف جينغ كسين جينغ كسين ومن الكرة لازالت في اللعب لازالت في اللعب يشوف إلى خارج الملعب الحاكم يقول في الملعب الحاكم يقول في الملعب الحاكم يقول في الملعب نشوف نشوف في الملعب ما في كلام في الملعب في الملعب ما فيها كلام نقطة لمصلحة المنتقب الياباني يعيني شوف الكرة هنا فيها دفاع سهلة هذه تذهب المنتخب من جديد ونقطة النقطة لمصرحة المنتخب الصيني في هذا الشوط المنتخب الصيني يبدأ المجهود أكثر يبدأ المجهود أكثر وبيأثر عليه إذا لعب شوط رابع بتأثر أكثر لعب قبل أقل من 17 ساعة فقط منهي مباراة هنا الحاكم يقول لامست لا 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 ما لامست لا لامست الشبك لامست الشبك لامست الشبك نشوفها لامست الشبك ما لامست نشوفها من هذه الكاميرا بتتضح أكثر نشوف نشوف هنا بتتضح أكثر أوه أيضا هذا القرار أيضا ينظلم في المنتخب الصيني أبدا ما لامست حائط الصد أبدا ما لامست حائط الصد هي والله المنتخب الصيني القرارات التحكيمية مدج بينه وبينه يعني في الأمس تأثر بقرارات تحكيمية في مباراة نصف نهاية واليوم أيضا هذه الكرة بواضحة كانت على العموم المنتخب الصيني الآن متأخر بفارق أربع نقاف هذا الحكم الأول الحكم السعودي أمين الطريفي والإرسال مع المنتخب الياباني بعد نهاية الوقت المستقطع الفني الثاني 16 اليابان 12 الصين هذا الشوط الثالث وذكر أن الشوطين الأول والثاني انتهياء لمصلحة المنتخب الصيني هنا تتشبلوك ونقطع لمنتخب الصين 13-16 13-16 الجمهور الإيراني أيضا هنا لعب لامس الخط لعب الصيني لامس الخط لعب المرسل يعني الجهد البدني كذي واضحة واضحة لامس الخط الجهد البدني أكيد يخلي اللاعب يفقد التركيز نوعا ما يقل التركيز لدى اللاعب بسبب المجهود البدني اللي قدمه اللاعب والمنتخب الصيني فيهم مباراة الأمس في دور نصف النهائي كما ذكرنا خمس أشواط يعني خمس أشواط من اللاعب على مدى أكثر من ساعتين ويعني بين المباراة مباراة الأمس ومباراة اليوم أقل من 17 ساعة فقط ومن المنتخب الياباني يسجل 18-14 فارق أربع نقاط من جديد 18-14 اليابان 18 وشوف مدرب هذا المدرب الهادي مدرب الصين اللي اللي بكرة في الشبكة ما لامست حيث الصد ما لامست حيث الصد لا شوفها شوفها صحيحة هذه المرة صحيحة شوف في الشبكة ولمست الشبكة ورجعت إلى خارج الملعب نقطة لمصلحة المنتخب الصيني فأخلص الفارق إلى ثلاث نقاط وهنا هذه محتاج بلوك محتاج بلوك والله فيها دفاع الكرة أوه إلى خارج الملعب فيها دفاع قوي لكن إلى خارج الملعب شوف حاول فيها لبرو منتخب الصين لكن إلى خارج الملعب والفارق أربع نقاط من جديد فارق أربع نقاط من جديد أرسال هجومي متوسط الآن يعيني 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 على الإعداد الجميل هو الضرب من هذا اللعب المميز زهونغ وي جون شوف زهونغ وي جون نشوف خبرة قاعد المنتخب الصيني في هذه الكرة يبسال في الشبكة من هونغ وي جون الإصرار على اللعب الهجومي مدرب منتخب اليابان قبل قليل في اللقطة يبسال هنا ليوتا يوتا سريعة أيضا المنتخب الصيني ما يريد يسلم ما يريد يرفع الرأي البيضة في هذا الشوط أيضا يريد أن ينهي المباراة دون الدخول في حسابات أشواط إضافية ما يريد يدخل في حسابات أشواط إضافية صعبه هذه تذهب سهلا للمنتخب الصيني سهلا للمنتخب الصيني ونقطة بالفعل المنتخب الصيني يقلص الفارق الآن إلى إلى نقطتين عشرين ثمنتاش يطلب قط مستقطع يطلب قط مستقطع المدرب الياباني ساتو قاري يطلب قط مستقطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتفاصلين معكم والوقت المستقطع لطلب مدرب منتخب اليابان بعد أن استطاع منتخب الصين تقليص الفارق من خمس نقاط إلى نقطتين عشرين ثمنتاش الارسال الصيني شوف هذه وين تروح تروح ليامامورا السلاح السلاح المنتخب الياباني الكرات السريعة والعملاقي يامامورا في تغيير في تغيير تغيير أشوف هذا التغيير من أجل تشكيل حاية صد لا ما لها حاية صد هذه هذه ما لها حاية صد ستي في جابان نومبر ستن نومبر ستن نومبر ستن نومبر فور ايضا على شميزو أرسال خاطئ شوف حاول حاول يغير من لعب الهجومي أو من الارسال الهجومي إلى أرسال عادي ما ما ضبط ما ضبطه 19-22 22 ليابان 19 الصين شوت الثالث اما التمديد الى شوت رابع او انهاء الشوت لمصلحة المنتخب الصيني والفوز بالمباراة يا السلام يا السلام المنتخب الصيني بحاجة لحاجة صد على الى اقل تقديل العودة الى المباراة وهنا حايت صد الى خارج الملعب حايت صد الى خارج الملعب من جديد نقطتين ثلاثة وعشرين او ثلاثة وعشرين اشرين فارق ثلاثة نقاط تغيير الجانب الياباني على الارسال على الارسال دخول اللعب ايمامورا ايمامورا على الارسال سهلة نقطة هو واحد عشرين ثلاثة وعشرين هذه بحاجة لحاية صد بحاجة لحاية صد هل يعملها المنتخب المنتخب الصيني بحاية صد نشوف هل بيلعب على المضمون اه لاعب شون لونج ام يجازف لعب على المضمون شوف هذه وفي الفعل يسجل المنتخب الياباني ونقطة الشوت ست بوينت ست بوينت بوينت يعني المنتخب الياباني يبغي يمدد الى شوت رابع ما في مجال الا هذا الحل يا السلام والمنتخب الصيني يقول لن ارفع الراية البيضة لن استسلم المنتخب الصيني مش راضي استسلم الآن الآن اما يكون شوف الى خارج الملعب جازف فيها اللاعب يوانزي وخسر الشوت اذا التمديد الى شوت رابع بعد ان ان فاز المنتخب المنتخب الياباني بهذا الشوت الآن اثنين للصين شوت لليابان الوصول موسيقى المهارة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هنا نشوف حاولا السلام نشوف الدفاع فرصة من جديد المتقب الياباني يوتا يوتا يسجل يوتا المتقب الياباني النقطة الأولى النقطة الأولى النقطة الأولى من المتقب الياباني عن طريق يوتا واحد أربعة واحد أربعة حايد صد صعبة كانت هذه صعبة واضحة فيها زونغ وينج زونغ ويجون وشوف حايد صد ثلاثي من بداية شكلها أنها بتكون كرة صعبة لك لها صر على الضرب والتسجيل والتقليص الفارق إلى وهنا أيضا ثلاث نقاط متتالية شوف تقليص الفارق من أربعة للأشي إلى ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة نقطة واحد الفارق ثلاثة اليابان أربعة الصين الصين سجلوا أربعة نقاط متتالية والآن المنتخل بالياباني سجل ثلاثة نقاط متتالية والأرسال هناك مع قوتسو قوتسو يضرب من المركز الثلاثين شوف وانز هي ويضرب يوانز هي يضرب واثنين هذا الشوت الرابع أزا المشاهدين خمسة الصين ثلاثة اليابان يوه نشوف محمل كرة من قرار الحاكم السعودي يقول محمل كرة من الجانب الصيني نشوف 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 يحمل نشوف الكرة فيها فرصة التعادل فرصة التعادل وبالفعل المنتخب الياباني يعادل المنتخب الياباني يعادل الآن النتيجة خمسة لخمسة المنتخب الياباني يراهن على المنتخب الياباني يراهن على معدلات اللياقة وعلى الجهد البدني نشوف كرة السريعة والتسجيل التسجيل عن طريق جينغ كسين جينغ كسين نشوف سريعة هذه المركة الثلاثة كما ذكرنا أزا المشاهدين المنتخب الاسترائي اللي حلها في المركز الخامس على حساب تايلاند المنتخب الهندي حلها سابعاً على حساب لبنان اللي حلها في المركز الثامن الصين تايبيه التاسعاً على حساب كازاخستان قطر هداعش على حساب البحرين والعراق والإمارات لازالوا يلعبون المركز الخمسة سريلانكا ستاشاً أوزباكستان الكويت سبعطعش مينامار ثمانتاش سلطنة عمان تسلطعش أفغانستان العشرين والمنتخب السعودي المركز الحادي والعشرين والأخير في البطولة هنا شوف فيها نقطة لمصلحة المنتخب الياباني منتخب الياباني يسجل سبعة ستة سبعة كرة السريعة شوفوا الاعتماد على الكرات السريعة المركز ثلاثة والنقطة الثامنة وتقليص أو زياد الفارق إلى نقطتين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الفني الأول في الشوط الرابع المنتخب الصيني يتقدم فارق نقطتين ثمانية ستة والارسال مع المنتخب الصيني المنتخب الصيني اللي يتقدم بشوطين مقابل شوط وهنا الشوط الرابع يعادت شوف ما استفاد بيه نقطة نقطة للمنتخب الياباني نقطة المنتخب الياباني نقطة المنتخب الياباني مقابل شوط مقابل شوط مقابل شوط مقابل شوط على فارق النقطة وبالفعل يعني الكرة الطائرة الكرة الطائرة يعني كل فترة هناك تحديث لبعض القوانين خاصة ليعني تقليص مدة كل مباراة بفعل مباريات الطائرة لازلت يعني طويلة خاصة وصلنا إلى خمسة شوط هناك أكثر من الساعتين بعض المباريات تمتد لأكثر من الساعتين لذلك الاتحاد الدولي دائما ما يدخل بعض التعديلات من أجل يعني إيقاف هذا المد الطويل في أوقات المباريات هنا تاتش بلوك ونقطة تاتش بلوك ونقطة من جديد فارق النقطة دين عشر ثمانية عشر ثمانية لأن المتحد الدولي يجرب موضوع أن الشوط من واحد وعشرين نقطة وليس خمسة وعشرين يجربها في مباريات الرجال والسيدات تحت ثلاثة وعشرين سنة وربما اتطبق بعد ذلك على مستوى الشباب إلى خارج الملعب لكن الحكام يقول في الملعب في الملعب في الملعب في الملعب كرة قوية من لعب دوتسو دوتسو هذا دوتسو وفارق النقطة فارق النقطة نشوف دوتسو عادف الكرة عادف التعادل لأن المنتقب الياباني عادف كما ذكرت المنتقب الياباني يراهن على على اللياقة على الجود البدني المنتقب الصيني لعب خمسة أشواط في مباراة دور نصف نهاي والمباراة قبل 17 ساعة فقط انتهت المنتقب الياباني يخسر مباراة الدور نصف النهاي أمام إيران ثلاثة أصف والمنتقب الصيني يخسر اثنين ثلاثة خمسة أشواط الأرسال مع المنتقب الصيني طارق النقطة هنا إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب مع المطالبة يابانية بين الكرة لامست حايد الصد نشوف هنا هما هي خارج الملعب يا خارج الملعب هل لامست خارج الملعب المتابعين في انتظار المباراة النهائية بعد هذا اللقاء مباشرة هناك لقاء المرتقب لقاء التثويت بين ايران حاملة اللقب وبين كوريا الجنوبية والمباراة ستتابعونها عبر قناة المشاهير قناة كل الالعاب قناة دبي الرياضية بصوت زميل المعلق الاستاذ المتألق دائما جافر الفردان وهناك ايضا استوديو تحليلي يقدم زميل عامر سالمين وبحضور الكباتن كباتن الامارات عارف علي رجب ومحمد سيف النعيم هنا المحاولة والمحاولة خارج الملعب والفارق الآن يزداد إلى ثلاث نقاط أربعطاش داعش أربعطاش داعش فارق ثلاث نقاط الآن المنتخب الصيني وسل فارق أرسال هجومي إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب إذن الحضور الجماهيري الآن بدأ يملى حتى الطابق العلوي حتى الطابق الثاني من المجمع حمدان المجمع التحفة بدأ يمتلى بالجماهير وربما يكون هذا أكبر حضور جماهيري لنشاط رياضي في هذا المجمع هذا المجمع على فكرة يضم أيضا نشاطات غير رياضية في بعض الأوقات تقام في مناسبات غير رياضية لكن حلوة هذه حائط فردي ناجح من قائد المنتخب الصيني زهونغ ويدون شوف يا السلام في حائط فردي ناجح النقطة الخامسة عشرة لمنتخب الصير خمسة عشر اثناش خمسة عشر اثناش مثال هجومي لكن في الشبكة هجومي لكن في الشبكة ونشوف القرات السريعة من هذا اللاعب جينغو اكسين والوقت المستقطع الفني الثاني وصول منتخب الصين إلى النقطة السادسة عشرة ثلاثين قاتل فارق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اذا عزاء المشاهدين الاثارة مستمرة في هذا اللقاء والاثارة مستمرة حتى ثواني الاخيرة من هذه البطولة وانا اليوم الاخير يوم التتويج يوم الختام الرائع مسك الختام في هذه البطولة بطولة اسيا سبعة عشر للكرة الطائرة للرجال ونعزاء المشاهدين الحضور الكبير وعلى فكرة اليوم اليوم المجمع ايضا يحتضن لأول مرة المجمع حمداني يحتضن اليوم بادرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس لجنة المنظمة العلية لمونديال الناشئين تحت سبع عشر سنة اليوم يعقد اجتماع هنا في المجمع الاجتماع لجنة المنظمة لمونديال الناشئين سيحضر النهائي وعقد الاجتماع 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 لجنة المنظمة العلية للمجمع وبادرة جميلة من معالي شيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن يعقد الاجتماع هنا على هامش المباراة النهائية الآن المنتخب الياباني أيضا يحاول أن ما يعطي المنتخب الصيني فرصة لزيادة الفارق يحاول أن ما يعطي المنتخب الصيني زيادة الفارق أكثر من ثلاث نقاط شوف 17 15 يوصل الفارق ثلاث نقاط يعود المنتخب الياباني ويقلص إلى نقطتين الإرسال مع المنتخب الياباني سالهجوم لكن شوف الاستقبال الجميل شوف إذن المحاولة هذه غير ناجحة من الجانب الصيني فارغ النقطة والمدرب الصيني الآن المدرب الصيني يطلب اقت مستقطع اشتركوا في القناة هنا في اللعب عزا المشاهدين نشوفون حوار بين المدرب منتخب ياباني وحد مساعديه والمنتخب الياباني قدر انه يقلص الفارق من ثلاث نقاط الى نقطة واحدة رسال هجومي شوف هذه شوف يا السلام وهذا اللعب الابرز اللعب الابرز اللعب الابرز عزا المشاهدين والمحاولة نشوف المنتخب الصيني نفس الفارق من جديد الى نقطتين 18-16 والارسال مع المنتخب الصيني شوف هذه وين يا السلام لبرو المنتخب الصيني نشوف هنا نشوف اوه ايضا الى خارج الملعب المنتخب الصيني من جديد قال المنتخب الصيني من جديد ويد الفارق الى ثلاث نقاط 19-16 شوف الضرب هنا شوف المحاولة الدفاعية من اليابان وإلى خارج الملعب النقطة لمنتخب الصين 19-16 19-16 المحاولة اليابانية الان ونا فيها تكلف لك تكلف لك نقطة المنتخب اليابان والإثارة الإثارة مستمرة والأفضلية مش لحد لا صحيح متقدم المنتخب الصيني لكن ممكن ممكن في اي لحظة المنتخب الياباني ان يخلص ويعادل النتيجة شوفنا شوف هذه ترى الى خارج الملأ الى خارج الملأ الى خارج الملأ شوف ما لامسات ما لامسات حايد الصد اذا تسعة عشر اليابان هذا التقليص يتكلم عنه وممكن معادلة النتيجة في اي لحظة ممكن المنتخب الياباني معادلة النتيجة في اي لحظة هلوى هلوى شوف الان الاتماد على اللاعب رقم سبعة واللاعب بيوانز هي رقم ثلاثة واللاعب اكسين شوف هذه الكرة عشرين ثمانطاعش عشرين ثمانطاعش اذا وصل الفارق الى ثلاثين قط في هذه الاثنان ممكن ان يحسمها المنتخب الصين ممكن ان يحسمها المنتخب الصيني شوف المنتخب الصيني ما قدر يعيد هذه الكرة وفارق النقطة من جديد تساتاش وعشرين تساتاش وعشرين شوف الاسال مع المنتخب الياباني المنتخب الياباني الفرسة بالفعل مثل ما قلت الثلاث لاعبين اللي يعتمد عليهم صانع اللعب الصيني اللاعب يوانز هي رقم ثلاثة في المركز اثنين واللاعب زونج وينج جونج في المركز اربعة واللاعب رقم هداعش جينج اكسين في المركز ثلاثة هذه كرة ذكية فيها الخبط الياباني الفكر الياباني بهذه الكرة شوف ذكية ذكية واحد وعشرين فارق النقطة فارق النقطة لما اراد المنتخب الصيني ان يحسم عليه انه يوسع الفارق الي ثلاثة نقاط يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام وهنا اللاعبين اليابانيين يحتاجون على القرار بان الكرة مش في الملح نشوف 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 قرار محمد نجيب الساحلي وزملان المصورين في الملعب في الملعب في الملعب في الملعب في الملعب القرار سليم ونقطة لمصلحة الصين نشوف ابدا نعم هذا المدرر ابدا ثنين وعشرين 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 والنقطة اللي بتحسم اذا وصل الفارق الي الثلاثة او ان يحافظ على كراته الهجومية الهجومية نشوف فعلا نشوف هادة وين هنا الآن ممكن يأتي الحسم ممكن يأتي الحسم وهون الكرة لازالت اللعب نشوف يو الآن آن اذا عزيزا المشاهدين هذه النقطة لينتظرها المنتخب الصيني هذه النقطة لينتظرها المنتخب الصيني للحسم و Court الذهاب إلى الميدالية البرونزية 23-20 23-20 متخب الصين الآن في المقدمة ومدرب متخب اليابان يطلب وقت مستقطع السيد ساتو قاري ساتو قاري يطلب وقت مستقطع المدرب ساتو قاري 23-20 المنتخب الصيني في المقدمة وهو متقدم شوطين لشوط واحد والجمهور الإيراني الآن الكبير احتشد في الصالة صالة المجمع التحفة مجمع شيخ حمدان بن محمد الرياضي بدانة الدنيا دبي حيث وصلنا اليوم إلى ختام البطولة الآسيوية السابعة عشر للكرة الطائرة للرجال هذا لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع وهناك اللقاء التتويج بين إيران وكوريا الجنوبية هذه صعبة الآن فرصة الفرصة يا السلام المنتخب الصيني إذن على بعد نقطة واحدة ماتج بوينت ماتج بوينت لحسم المباراة والتتويت بالميدالية البرونزية الاسيوية المنتخب الصيني إذن في انتظار التتويت في انتظار التتويت هنا الآن 24-20 هنا في العصر الهوائية والمباراة إذن عزيزي المشاهدين المباراة تنتهي إذن منتخب الصين منتخب الصيني فوس بالميدالية البرونزية عزيزي المشاهدين على حساب المنتخب الياباني اللي اكتفى بالمركز الرابع عزيزي المشاهدين لا تذهب بعيدا المزيد من الإثارة المزيد من المتعة المزيد من التشويق في الدقائق القادمة هناك استوديو تحليلي يقدم الزميل عامر سلمين مع كباتن الإمارات الكبار عارف علي رجب ومحمد سيب النعيمي وأيضا هناك اللقاء الختامي بصوت زميلي المعلق الأستاذ شعفر الفرجان في مباراة التتويت بين إيران والمنتخب الكل الجنوبي المباراة الجماهيرية الكبيرة المتظرة أما أنا محدثكم أحمد الحوري سأحييكم وأستودعكم الله هذه تحياتي وتحيات فريق النقل الخارجي بقيادة المخرج الأستاذ حمد نجيب الساحلي إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى